منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم عرفت العملية الاتصالية على مستوى أعلى هرم في السلطة أسلوبا جديدا في التواصل مع الرأي العام كانت أولى معالمها حوارات صحفية دورية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية الخاصة منها والعمومية تقليد شكل فضاء للتطرق لمواضيع تتعلق بشأن الداخلي والقضايا الإقليمية والدولية ما فتح المجال لطرح العديد من انشغالة الرأي العام ويكون لحرية الصحفة نصيب من التزامة الرئيس وأولوية قصوى شرط الابتعاد عن كل أشكال التجريح أو القذفة أنا شخصيا مع حرية الصحفة إلى أقصى حد إلى أقصى حد كما سأحارب بشراسة كل الأمراض التي ممكن تدخل في حرية التعبير منذ الأيام الأولى لعهدة الرئيس عديد من اللقاءات مع شخصيات وطنية وتاريخية وممثل أحزاب سياسية وجمعيات وطنية عبدت طريقة لجزائر جديدة قوامها التشاور دون إقصاء أو تهميش بسم الله الرحمن الرحيم من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة لسياسة الرئيس لأنني التمست منه منذ نقابة بحملتي الانتخابية حتى اليوم الإرادة القوية والإرادة الصلبة لبناء الدولة الجزائرية جديدة لم يقتصر الأمر فقط في العملية الاتصالية للرئيس على اللقاءات الصحفية بل تعدها إلى تعزيز حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر موقعي فيسبوك وتويتر الحضور القوي للرئيس في الشبكة الافتراضية أتح تبادل المعلومات على نطاق واسع قصد مخاطبة الرأي العام والمواطنين بصفة مباشرة بالصوت والصورة خطوة وضعت حدا للمعلومة المغلوطة التأكيد على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية والقضايا العادلة على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية لم تغب في منشورات الرئيس إضافة لتفاعله الآن مع كل ما يجري في الساحة الوطنية والدولية إلى جانبي كونه التزاما وعدبه الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية فإن استحداث نمط اتصال جديد واقع فرض نفسه مواكبة للتكنولوجيات الحديثة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة